توصل وزارة التنمية المحلية متابعة تنفيذ بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع كل من وزارات المالية والانتاج الحربي والبترول بالاضافة إلى هيئتي النقل العام بالقاهرة والاسكندلية لتعديل 262 أوتوبيس بالنقل العام وذلك للعمل بالغاز الطبعي بدلا من السولار بتكلفة مليار ومئتي مليون جنيه وأشار وزير التنمية المحلية محمود شعراوي لأن تنفيذ البروتوكول يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح حسيسي لتنفيذ البرنامج القومي لتعديل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبعي حيث تتضمن المرحلة الأولى الجاري تنفيذها خلال العام المالي الحالي تعديل 377 أوتوبيس بتكلفة بلغت مئتي مليون جنيه